كما عقد أيضا رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية ذلك بحضور وزيري السياحة والأثار والنقل وقد أوضح مدبودي أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الخطة التنفيذية لستراتيجية تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت تنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة الإجراءات المنفذة للسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة مشيرا إلى أنه سوف يعرض من خلال هذه الاستراتيجية خطة تنفيذها على مجلس الوزراء ثم أيضا تعرض على السيد رئيس جمهورية الإسراء بإيجاد حلول التحديات القائمة والموضي في تنفيذها